طبعا فيه يعني شوية ملسانات إثيوبية على خلفية تصرحات مصر إنها تقف مع الحق الصومالي ولن تسمح بالمساس بالصومال فالإثيوبيين متضايقين قوي واحد برلمان إثيوبي بيقول مصر استغلت مذكرة التفاهم مع قليم أرض الصومال للضغط على الجانب الإثيوبي حقيقة الجانب الإثيوبي لا نافع معاه حوار ولا نافع معاه صبر لجانب الإثيوبي يعني عنده خطته ومؤامراته وليس له القدرة على اتخاذ قرار للصالح العام وأصبحت إثيوبيا دولة مزعجة في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وتاني بقول أبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل السلام أبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل السلام لأنه هو ليس رجل سلام وإنما هو رجل قلاقل وصراعات وفتن في منطقة مشتعلة من الأساس حيث يعبث في الداخل السوداني يعبث في الداخل الصومالي ويعبث في مناطق أخرى في القرى وأيضا كل ما يقوم به فيما يخص الأمن المائي أعتقد أنه منافي للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية فإثيوبيا دولة مزعجة ورئيس وزراءها لا يستحق أن يكون لديه جائزة نوبل السلام سافر الصومال بلندن قال كل الخيارات مطروحة إذا أصرت إثيوبيا على أطمعها في أرض الصومال بما فيها خيار الحرب بنفسه إذن إثيوبيا تدق طبول الحرب في منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا ولا يجب أن تنسى إثيوبيا أنه جزء كبير من أراضيها بيسكنها قبائل وعرقية صومالية اللي هو الصومال الإثيوبي يعني أعتقد أجدين وكلام فيه كلام قديم جدا يعني مش عايزين ندخل في الداخل الإثيوبي لكن إحنا زي الرئيس ما قال إحنا دعاة سلام إحنا دعاة تنمية إحنا عايزين الشعوب تعيش الشعوب الفقيرة تنهض بما فيها الشعب الإثيوبي إحنا بنمد إيدنا للسلام وبالسلام بحق ودون لف ودوران ودون مؤامرات لكن الجانب الآخر ليس لديه إرادة سياسية لأفعل يعني أبي أحمد من أجل يعني بيفكرنا نتنياهو هناك قواصم مشتركة بين أبي أحمد وبين نتنياهو كلاهما يضحي بمستقبل بلاده من أجل بقائه في السلطة أبي أحمد ونتنياهو معا على الطريق